وبرضه يسوع بيتكلم عن تميزه كرئيس كهنة بس مش على رتبة هارون على رتبة ملكة صادق في العهد القديم ممكن توضح الفكرة بس أكتر هناك رتبتين للكهنوت في العهد القديم الرتبة الأولى هي رتبة هارون وهذه الرتبة الكهنوتية رتبة قد تم انتهائها متى انتهت يعني انتهت عندما جاء المسيح ليقدم هو ذبيحة نفسه هارون كان يقدم الدم في قدس الأقداس مرة واحدة في السنة جاء المسيح الكاهن العظيم وقدم ذبيحة لم يقدم دم ثيران وتيوس ورماد عجلة لكن دخل بدم نفسه وعندما دخل المسيح أكمل العمل تماما وانشق حجاب الهيكل فلم يعد هناك مرة أخرى إلى كهنوت أرض اسمه كهنوت هارون فكهنوت هارون انتهى بمجيء المسيح وتقديم ذبيحة نفسه دخول مرة واحدة في هذا اليوم في يوم الكفار نعم يوم كيبور لكن بعد موت المسيح وانشقاق الحجاب صار لنا الدخول إلى الأقداس بدم يسوع لكن هناك ردبة أخرى اسمها ملكي صادق وده الفكرة المجهولة لأغلب الناس بالزبط وملكي صادق ده إن شاء الله نعمل حلقة عليه مرة تانية أخ نزار ملكي صادق هو في وجوده أسبق من هارون لأن دوت نقر عنه في سفر التكوين أصحاح 14 يمكن على ما أذكر واستخدم الرسول بوليس في عبرالين سبعة ليقول أنه شبه كبير مع الرب يسوع المسيح لأن ملكي صادق بلا أب وبلا أم ليسكر نسب له وهو مشبه بإبن الله هذا يبقى كاهنا إلى الأبد بما أن هذا الكهنوت كهنوت مستمر لا ينتهي فتشبه به المسيح له المجد والمسيح الآن بحب أول عبارة اللي جات في مزمور 110 وجات في عبرانين سبعة أقسام الرب ولن يندم أنت كاهن إلى الأبد إلى الأبد على ردبة ملكي صادق ترجمة نانسي قنقر